أهلا أحبانا مشاهدين في كل مكان السؤال من يتجرى على منح السلطان للمؤمنين ليشفوا المرضى لم نرى نبي يعطي هذا السلطان أو يمنحه لم نرى أي عظيم أو أي مؤسس أيديا حتى موسى لم يمنح هذا السلطان لأتباعه الوحيد القادر على كل شيء الذي يستطيع أن يمنح هذا السلطان هو الرب يسوع المسيح لاحظ في خدمة الرب يسوع المسيح كان يتكلم وكان يعلم كمن له سلطان وكان بيصنع المعجزات من خلال سلطانه وكان بمارس مقاصد الله من خلال السلطان ولم يتردد لحظة ولم يصلي باسم الإله أو بأي اسم آخر ولكن حيث وجد يسوع وجد سلطان المسيح أيضا فإذن واحد من العجائب أن يسوع مش بس هو اللي كان عنده السلطان ولكن منح هذا السلطان للتلميذ اللي أتبعه إذا منقرأ في إنجيل متى إصحاح عشرة إنجيل متى إصحاح عشرة بيبعت التلميذ وبيعطيهم مكتوب ثم دعى تلميذه الاثني عشر حتى وأعطاهم سلطانا وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشف كل مرض وكل ضعف في آية سبعة بنفس الإصحاح مكتوب وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت الله ملكوت السموات بيكمل بالآية يقول اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجانا أخدتم مجانا أعطوا فإذا نلاحظ هذا السلطان المسيح بيقولهم عدة أشياء بقولهم اكرز اشف المرض طهروا البرص أقيموا الموتى أخرجوا الشياطين وبيكمل في الإصحاح إنه رح يتواجه أكيد اضطهاد وأكيد رح يتواجه كل أنواع التحديات ولما رجعوا التلميذ وأيضا ففرحوا جدا وقال افرحوا لأن طبعا مش لأنه بس بتخرجوا شياطين لأن أسماءكم مكتوب في سفر الحياة أرسل مرة 12 وأرسل السبعين وكانت نفس الرسالة ونفس السلطان اللي منحوا الرب يسوع المسيح وبعد القيامة قال يسوع المسيح للتلميذ دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وهانا معكم لاحظ هانا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر فالسؤال من الذي يستطيع أن يمنح مثل هذا السلطان هو الحاضر في كل مكان وزمان وهو القادر على كل شيء هو الرب يسوع المسيح سلطان المسيح سلطان ذاته فهو من حقه من شرعيته منذ الأجل يمتلك هذا السلطان ولكن هذا السلطان أيضا مخول بسبب الكفاءة لأنه أكمل عمل الفداء وأطاع الرب طاعة كاملة مات على الصليب وقام من الأموات وقدم فداء كامل لهذا يحق له أن يقول دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا بهذا السلطان على أساس ما فعلوا يسوع المسيح من أجلنا من غفران الخطايا والعمل العظيم يقول الكتاب المقدس عن يسوع فوق كل رياسة وسيادة وكل سلطان وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل فتخيل معي هذا السلطان العظيم الرب يسوع أعطى للمؤمنين قال لهم يعني اكرزوا بملكوت الله اشفوا مرضى طهروا برس أخرجوا شياطين أقيموا موتى فمن يستطيع أن يفعل هذا بدون السلطان الإلهي فالسؤال هل فعل التلميذ هذا الشيء؟ بالحقيقة نعم ذهبوا وكرزوا وأخرجوا شياطين وشفوا مرضى وأقاموا موتى وفعلا الله استخدمهم بآيات ومعجزات حتى بعد القيامة نقرأ أنه يعني أقاموا موتى ونقرأ أيضا أنه صنع أمور عظيما كما تنبأ يسوع أعمالا تعملونها بل أعظم منها لأني ماض إلى أبي فهذا أحب أن دل على الشيء بدل على مصداقية المسيح بدل على شرعية المسيح بدل على هوية المسيح بدل على مصداقية دعوة المسيح وأن المسيح لم يفعل شيء بدون ما يفعله فهو القادر على كل شيء وهو الحاضر في كل مكان والذي يمنح السلطان لكل من يؤمن به ويثق بوعده أنه يستطيع أن يخرج شياطين أي برسالة تحرير وأن يشفي المرضى وأن يقيم الموتى وأن يطهر البرص وأن يتمم مقاصد الله هذا إن دل على شيء يدل أن المسيح أعظم من الأنبياء أي من الأنبياء يتجرأ أو يستطيع أن يمنح هذا السلطان قال يسوع أعطيكم فمن وأيضا أرسل التلاميذ من الذي يرسل سوى الله نفسه وهو الذي يمنح السلطان للمؤمنين أن يعملوا أعمال الله ذاتها من أجل هذا أحبائي المسيحية مش مشرد شوية شرائع ولا تقوس منحاول أن نتممها حتى نرضى الله المسيحية حياة المسيحية بتتمحور حول شخص اللي هو حي الرب يسوع اللي منحنا سلطانه فاحنا نصلي باسم الرب يسوع المسيح أنه يشفي المرضى ويقيم الموتى ويطهر البرص ويخرج الشياطين في اسم الرب يسوع وتتم مقاصد المسيح فأنا مش عاوزك تيأس أنه الله حي والرب حي فأنت لو بتمر فيه سلطان تستطيع تقول له يا رب اشفيني وكمؤمن فيك تصلي من أجل الآخرين لأنه هاي بتدل أنه فعلاً إلهنا حي وأنه بتم مقاصده في حياتك اليوم ربنا يباركك شارك هذا الفيديو مع الآخرين والرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر